تم تداول في مجموعة النقاط في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأقادير هذه النقاط التي تضمن من بينها أنه هذا القرض الذي كان تسمح للرئيس أنه يحصل عليه من أبنك الخاصة فاليوم أعطينا الإيد للرئيس أنه واحد الجزء من هذا القرض سيتخصص لتسديد أقصات المتألة في الدماء الجماعة لفائدة صندوق الجهيز الجماعي عن القرض السابقة لقيمة تصل إلى 400 مليون الدرهم وبالنسبة القصة الثانية التي تبقى فيها وبالنسبة هذا القرض الذي ستحصل للجماعة هو 600 مليون الدرهم من أصل مليا هذا 600 مليون سيتخصص الإتمام لمشاريع لتنمية الحضارية المشاريع التي ضمنتها الاتفاقية التي كانت تسنتي قدام صاحب الجلالة وهذا المشاريع أراها الفترة الزمنية لتنجز كالتحدد بين 2020 و2024 هنا أحد الفائدة التي هي أساسية هي أنه القرض الجديد لا يبدأ الأقصاده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الحصول على القرض وبالتالي هذه السنتين الجماعة لا تصدد أقصاد القرض ومن لماذا ستسدد الأقصاد القرض الفائد الذي يبقى عن الجماعة فهو ستتمل به مشاريع النقطة الأخرى التي تدول فيها المجلس التي تتعلق بإتمام أشغال الدار الفنون وكما تعرفوا أنها كانت واحدة الاتفاقية التي كانت فيها المساهمة الجماعة والمساهمة الجهة وزارة التقافة دخلات وساهمات المبلغ كذلك وغلاف مالي 40 مليون درهم من أجل إتمام هذه المعلامة وأنها تكون موجودة باش أن المرتفقين والسكن دي المدينة أنهم يستغلوها وأنهم يزوروها وأنهم يديروا فيها أنشطة لأنها عبارة عن دار الفنون جميع الأنشطة اللي غدر فيها واللي غدتكون هذه البناء تصرف هذا الغلاف المالي غدتكون في المستوى من الطراز العالي يوم نعقد الدورة السلطنائية في المجلس البلدية لتدرسنا فيها قريبا 11 نقطة ليحدثت بالنقاش المستفيد والنقاش المسؤول لم طرف الإخوان المعارضة ولا إخوان دي الأغلبية وكان النقاش مهم ومهم جدا وأغلبية الأعضاء عطوا رأيهم وكانت ملاحظات محلها وكانت تصويت كانت النقاط اللي حدثت بالأغلبية أو بالإجماع وكانت النقاط اللي كانت فيها تحت خود أو تصويت على المعارضة ولكن في المجمل دي الأشغال دي الأدورة كانت يجاوب لأنه جميع كان يهدف المصلحة اللي عنها واللي كانت نقاش لي في المستوى المسؤول ولهذا احنا كانت نملك كل ما جاء في النقاط دي الأدورة والأعمال دي الأدورة اللي كانت نحروق باش نرقب من دينة دي الأغلبية لمستوى راقي ونحاربوا بعد الشوائب كما جاء في جوال الأعمال ضايرة في كيلة في صباحة 18 في المدينة واللي اخذتوا أحد نقاش مهم ومهم جدا وكان اعتراضات ملاحظات دي الأدورة المستشارين اللي كانت في محلها ولهذا جميع كان موافق على أنه ضروري نحارب هذه الضايرة من العمق دي الأدورة واللي تعطيت التراحات إن شاء الله بيشتغلوا عليها في القارب العجيب شكرا الحقيقة بكل مستاقية